التطور السريع في الخدمات السياحية المقدمة والخدمات الفندقية على المستوى المحلي والإقليمي بالحتى العالمي جعل هناك حاجة كبيرة لدى المهتمين بالمجال التسويقي والمهتمين بالبحث التسويقية أنهم يضيفون عناصر إضافية للمزيج التسويقي التقليدي احنا قلنا أنه المزيج التسويق التقليدي يتكون من أربعة عناصر فالمهتمين بالتسويق السياحي وجدوا أنه الأربع عناصر هذه غير كافية لرسم الاستراتيجيات التسويقية الناجحة لجهة والله سياحية أو لفندق فقالوا أنه احنا سوف نضيف العنصر البشري والدليل المادي والعملية والآن سوف أشرح بشيء من التفصيل اللي هي ناصر المزيج التسويقي السياحي أول عنصر اللي هو المنتج السياحي المنتج السياحي أعرفه بأنه مجموعة من المنافع والمميزات اللي يحصل عليها المشترك أو المشتري للمنتج السياحي أو المشترك بالتجربة السياحية لإشباع حاجاته وعرفوا المنتج السياحي بأنه يعني مركب ناتج من اندماج عناصر جذب سياحية مختلفة فهذا المنتج السياحي لديه العديد من العناصر اللي تعتبر لمثابة يعني عناصر جذب للسائح أو المستهلك إنه يشتري هذا المنتج السياحي طبعاً اللي يميز المنتج السياحي على المنتجات الأخرى أنه فيه صفاتين ملتزمة أو متلازمة معه ومرتبطة فيه أول صفة اللي ينلام الموسية والصفة الثانية التلازمية يعني إيش؟ يعني الخدمات السياحية معقدة جداً وتثير عند الشخص اللي يشتري هذا المنتج السياحي الخوف نوعاً ما ليش؟ لأنه المنتج السياحي أحياناً أو الخدمة السياحية أحياناً غير ملموسة يعني أنت ما تقدر تلمسها قبل ما تشتريها يعني مثلاً مثلاً اللي هي الغرفة في الفندق الغرفة في الفندق أنت ما تقدر والله تحكم عليها إلا لما تشتريها فلما أنت تشتريها وتعيش التجربة وتنام على السرير مثلاً وتستخدم مثلاً الأدوات الموجودة في الحمام أكرمكم الله وهنا أنت تقدر تحكم فأنت الخدمة المقدمة لك غير ملموسة النقطة الثانية متلازمة يعني إيش؟ التلازمية في مسألة أنه أنت أول شي تشتريها وبعد ما تستخدمها أنت رح تقدر أنه تقرر إذا كانت جيدة أو لا لذلك الكثير من الناس يجدون أنه الحكم على المنتجات السياحية يعني معقد وصعب جداً ليش؟ لأنه زي ما قلنا تذكرة الطيران أنا ما أقدر يعني أشوف هل المقعد هذا مناسب ما هو مناسب مريح غير مريح إلا لما أنا يتلازم شرائي ترجمة نانسي قنقر